السلام عليكم ورحمة الله اليوم شاء الله رح نستخدم الموبايل علشان نقدر نصور الشغلات الدقيقة جدا جدا طبعا يعني باستخدام كاميرا الموبايل مثلا هذه الورقة اللي موجودة معنا نقدر نشوف كل التفاصيل اللي موجودة فيها عن طريق الموبايل وباستخدام تطبيق وما رح نستخدم اي اداة ثانية لكن قبل هيك افرجيكم مثال اللي احنا او يعني انا كنت استخدم وقبل هيك كنت استخدم آآ عدسة المايكرو مثل هذه كنت استخدمها على الموبايل علشان اقدر اصور الشغلات الدقيقة زي ما انتو شايفين عدسة بتركب على الموبايل طبعا بتركبها وبتقدر تصور وتشوف الشغلات الدقيقة اللي انت حاب بتصورها زي ما انتو شايفين مثال لورقة شجر موجودة معنا لكن اليوم ان شاء الله رح نستخدم تطبيق يعني يغنينا عن هذه العدسة طبعا اسم التطبيق رح أضيف لكم رابط التحميل الخاص فيه داخل المدونة ورابطها موجود معك في الوصف واستخدام التطبيق يعني سهل بشكل كبير وطبعا يعني مجرد ما تفتح التطبيق زي ما أنت شايف يعني فيه مجموعة خيارات تحت طبعا الخيار اللي عليه إشارة الزائد تقدر تكبر وتصغر الصورة مثل ما بدك وفيه عندك صورة الكاميرا عشان تقدر تحفظ الصور خلينا أفرجيك مثال كيف ممكن نشوف التفاصيل الخاصة مثلا في ورقة الشجر زي ما أنتوا شايفين قدامنا في هذا المثال لاحظ معي إذا دقت الصورة في عرض التفاصيل الخاصة في ورقة الشجر يعني أنت بتقدر تطبقها على أي مثال موجود عندك حتى كمان بنقدر نستخدم التطبيق علشان نشوف مثلا العلامات المائية اللي بتكون موجودة على العمل الورقية زي ما أنتوا شايفين خلينا ووضح لكم بس الصورة أكثر زي ما أنتوا شايفين يعني الدقة كبيرة في عرض كل التفاصيل الخاصة فيه الصورة طبعا إخواني يعني بتقدر تحمل البرنامج وتجربه وتشوف قدرة البرنامج على تكبير الشغلات الدقيقة اللي موجودة عندك يعني وتجرب البرنامج طبعا إخواني يعني لهون احنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بنشوفكم إن شاء الله بشرح جديد في أمال الله